اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك لمواصلة تحقيق الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لأحد أهدافها الأساسية في برنامجها حتى عام 2022 والمتمثل في دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة قد شمل برعايته حفل الافتتاح الرسمي للمستشفى الملكي للنساء والأطفال بالرفاع صباح اليوم كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين والمدعوين من داخل وخارج البحرين وقال معاليه إنه لمن دواعي الفخر أن تحتضن مملكة البحرين مجموعة كبيرة من المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم خدمات متميزة وتتنافس في سبيل ذلك فيما بينها لاستقطاب الكفاءات المؤهلة من المختصين وأصحاب الخبرات والسمعة العالية في مجال الرعاية الصحية التي يقدمونها ولذلك فقد كان نتاج الدعم الحكومي للاستثمار في مجال القطاع الصحي ارتفاع إجمالي المؤسسات الصحية المسجلة محليا بنسبة 7% عام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 716 مؤسسة مقارنة ب671 مؤسسة عام 2017 من بينها 21 مستشفى خاصة و95 مركز طب عام و41 مركزا متخصصا و132 عيادة وأوضح معاليه أنه مع دخول مملكة البحرين إلى أعقاب مرحلة تحولية جديدة مع قرب البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي فإنه من المتوقع أن تشهد الإحصاءات الطبية نموا مضطردا ستنعكس إيجابا على نوعية الخدمات الطبية المقدمة وعلى تنامي الطلب على الأطباء في القطاع الصحي العام بشكل نوازي الفرص التي ستتوفر للأطباء للعمل في القطاع الخاص إما كأصحاب أعمال أو موظفين وما سيصاحب ذلك من زيادة طبيعية في الكوادر الفنية والإدارية الأمر الذي سيعزز الجهود الهادفة إلى بحرنة الوظائف في هذا القطاع من جانبه أعرض السيد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة المستشفى الملكي للنساء والأطفال عن خالص الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على ما حظي به المشروع من دعم خلال الفترة الماضية كما توجه بشكره الجزيل إلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على تفضل معاليه برعاية حفل الافتتاح الرسمي